فإن العمل الصالح يقتضي الصبر فإن الصبر سراج والإنسان يسير في الدنيا في ظلمة الدنيا فالصبر ضياء كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن لا صبر له لا إيمان له والصبر ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على بلاء الله نحتاج أن نصبر على طاعة الله لا سيما في زمن الفتن وانفجار الشهوات على الناس كما في زماننا هذا الذي أصبحت فيه الملهيات كثيرة فيحتاج الإنسان أن يصبر نفسه على طاعة الله ويحتاج إلى من يصبره ويصيه بالصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى وأن يصبر عن معصية الله ويقف نفسه عن معصية الله وإذا تزخرفت له المعصية وازدلفت إليه واقتربت منه متزينة متجملة لعلها أن تظفر به ذكر نفسه بأن الله يراه في كل مكان كان فإن الله يراه وأن الله يسمع كلامه فيستحي من الله ويستحي من الله أن يستحي من الخلق ولا يستحي منه لأن الواحد منا إن كان ذا مروءة يستحي أن يراها الناس على المعصية فإذا ذكر نفسه أن الله يراه كيف لا يستحي من الله فاتني أن أذكر النوع الثالث الصبر وهو الصبر على بلاء الله فإن الله يبتلي عبده بما شاء فينبغي على العبد إذا أصابه البلاء أن ينظر بعينين بإساءة الظن بنفسه وإحسان الظن بربه فإذا أصابه البلاء قال من نفسي أصابني البلاء أنا بنقصر فيفتش في نفسه حتى يتخلص من تقصيره ويحسن الظن بربه ويقول ما ابتلاني الله بهذا البلاء إلا لخيري إما ليردني إليه فكم من شاردٍ عن ربه رده الله ببلوى نزلت به كم من رجل ما كان يرى في المسجد فما تبنه مثلاً فأصبح من أهل المسجد ذكره الله ورده إليه سبحانه وتعالى أن الله أراد أن يكفر سيئاتي أن الله أراد أن يرفعني درجة في الجنة فإن الله إذا أراد بعبده منزلةً في الجنة ثم لم يبلغها بعمله قال لملائكته صبوا عليه البلاء صباً وصبره عليه لترتفع درجته عند ربه سبحانه وتعالى